أعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمتوسط والطويل والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات في عدد من القطاعات الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة في مشروعات محطات تحليات مياه البحر والجدول الزمالي لبرنامج الطروحات في هذا القطاع والإجراءات المقرر اتخذوها وصولا لتوقيع العقود مع المطورين كما تناول الاكتماع حجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم توقيع اتفاقات بخصوصية على همش مؤتمر المنخ وما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية في هذا الصدد